وسائل العامة الإيرانية هاجمت منه أكبر مني مقاماً وقدراً في السعودية وغيرها في السوناوات الماضية وقبلها ولكنهم يختارون في كل فترة وحين أحداً يكون مثار النقدة ومثار الاستياد ولكنهم مزعجون جداً من أداء السياسة السعودية مزعجون جداً من أداء الحكومة السعودية وقدرتها على الحزم وقدرتها على التنفيذ وقدرتها على رسم السياسات الصحيحة وهذا هو مربط الفرص حينما أحرقوا السفارة السعودية كان الرد السعودي حاسماً وحازماً في سحب الدبلوماسيين لحمايتهم من الاعتداء الإيراني عليهم وعاملت السعودية الدبلوماسيين الإيرانيين بكل وسائل الدبلوماسية الممكنة من الترحيب ومن الحماية وهذا الأمر كان مثار إعجاب دول عديدة في العالم أن السعودية انتصرت أخلاقياً على إيران وهذه المسألة لم تستطع إيران حتى الآن الخروج منها ما زالت إيران هي دولة الأولى في العالم في الإساءة إلى السفرات في جميع دول العالم في الاعتداء على الدبلوماسيين في جميع دول العالم في القيام بالعمليات الارهابية في جميع دول العالم هي راعية الإرهاب الأول اليوم في دول العالم نعم